اشتركوا في القناة 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 هل راح تكمل العقلية بالعقلية اللي فاتت جيبوا حط برك او انه راح يخمموا في مصلحة المنتخب ويجيبوا رئيس اتحادية اللي قادر على اشقاه رئيس اتحادية اللي يوقف مع المنتخب الوطني جزائي رئيس اتحادية اللي يدخل في الكولاسة رئيس اتحادية اللي يعرفوا ما شئ يهضر باش يهضر فهنا جامل بالماضي يقرر عسك يبقى او لا 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 اذا جاموا له واحد خروطه من حقه اخوتي من حقه انه ما يقدرش ما يقدرش يخدم مع هادا الناس مستحيل يلعب ضد المنتخبات يلعب ضد ارضية الميدان يلعب ضد الحكام يلعب ضد الصحفة ويلعب ضد المسؤولين بالزاف عليها الضغط بالزاف يا اخوتي الضغط بالزاف وليش يندلكم موضوع اذا استمر جامل بالماضي وش رح يكون اذا استمر جامل بالماضي وش رح يكون هذا خابر كاذب وجامل بالماضي بالتوقع اكتع راهو ينتظر يشوف المصراحية هذه كيفاش رح تنتعي مع رئيس الاتحادية الاتفاقية جابوا له رئيس اتحادية هو يعلم انه ما يقدرش يخدم معه قال هاكو يا اخو بلادي هو روحاب هو مراجح يخرج من الباب الضغط بالماضي راهو حي بيريح اذا وفروا له امور وفروا له الامان وفروا له الحماية وفروا له كده جامل بالماضي يبقى باش يعاود يوقف بالمنتخب الوطني الجزائري هذا ويدير ويدير تجديد جدري كان كثير من اللاعبين مرح يتنحاوا هاد المعلومة اللي وصلتني كان كثير من اللاعبين مرح يتنحاوا كان أمور تانيك باش نخضرها على عمارة وكذا والله ما راني حيب ندير الفتنة وما رانيش حيب نهضر خليها هالباك خلي البير بغطاها هذا ما كان خلي البير بغطاها بو نعاودوا نقول لنا الموضوع بتاعنا جامال بالماضي علاش لازم يبقى هذا هو الأساس إذا بقى وإذا هو رفضه وإذا هو ما رفضه وهو قبله وهو ما رفضه ومحبوش يجدده ولو العقدة تاعو لأن قلت لكم هذه الإشعارة هي تعمل ضغط على جامال بالماضي هو راهم كاره وهو ما رفضه يزيد يكره له في حياته جامال بالماضي يستاقل جامال بالماضي يستاقل حتى يوصل المبغة بتاعهم أنه يستاقل حتى هو مره وش حيبي هذي ونعبلوا دغوطات هذوك الناس الخروطه هذو كلي يكرهوا جامال بالماضي هذوك الصحفة اللي كانوا في المؤتمر وراءهم الناس اللي دائما في المؤتمر الصحفي والإشاءات والإشاعت فهنا الأمر يعود الجمال بالماضي بعد ما يقدموا رئيس اتحاد يا مليح هو يكمل هالجمال بالماضي يرفض أو هما يرفضوا يجددوا للعقد التاع هنا أنا متدخل بالأمر التاعي اللي هنا أو حتى الشعب الجزائري اللي ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم جامي شفت يعني ناقوش الكل ولكن الأغلبية جامي شفت الاتحاد التاعكم أنه ما لقرر الهزيمة ما لقرر الإقصاء المر اللي راه يوجع لحتى الأن ولكن خوتي هذه هي كرة قدم قدر الله ما شاء فعل الحياة تستمر هذا ما كان ما نقعدوش دايما طيحين المؤلة غالبا ما كتبهاش ربي لو كان كتبه لو كان رامار احنا فهنا يا شفت باللي الشعب الجزائري الأغلب بتاعوا مزارهم عبقاء جامل بالماضي وهذا لماذا الشعب لأنه ذاكي شوف خوتي كي جي تشوف انت يا واسمه سي سي تعال الكاميرون خسر فيه مات ضد الجزائر عطاولوا فرصة وزاد وش جاب جاب لهم كأس إفريقية وزادت أهل بهم إلى كأس العالم أكبر خطأ نديره لو كان ننحو جامل بالماضي مهما المدرب اللي راح تجيبه باش يعاود يبني لك فارق لاشي يا نحكي لكم علي هذه تعبينة فارق مع جامل بالماضي باش يعاود يبني فارق باش عاود تولي عنده خبرة في هذه الأمور جامل بالماضي كتسب خبرة هذه اللي حبي تنقول أعطي له الفرصة جامل بالماضي أول مرة يلعب تصفية بكأس العالم أول مرة شاف بعينه كلش شاف كيما قلوه الهجامة من داخل البلاد شاف الهجامة اللي زار بيت كده يعني جامل بالماضي أخذ فكرة كبيرة جدا 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 هذه اللي ما أخذهاش في كأس إفريقيا وما أخذهاش بعد كأس إفريقيا أخذ الخبرة هذه الخبرة وقتها شديها كي تكون الحالة ما تمشيش وتعاود كيفاش أو ترجحها يعني الأخطاع اللي تديرها باش تتعلم تتعلم الأخطاع يعني الإنسان يتعلم الأخطاع جامل بالماضي كي يكلم أنت خب يشير ما كانش يتعلم في الأخطاع ما كان على هذيك اللي يبقى بنفس اللاعبين وبنفس جامل بالماضي أخذ خبرة كبيرة يعني الدكة كي تكون راكو بدافريقيا اللي رهي جاية يعرف كيفاش رحي يسيرها وكي تكون كأس العالم يعرف تصفيات كأس العالم المقبلة يعرف كيفاش يسيرها بالخبرة اللي فاتت يعني ما رحش يعطي يعني حتى لو شوية هذيك تواني إنه خلاص تقالي فينا وهذي تسمى على بل وبل حتى يصفر الله ربيك كامل بل يراه وتأهل ولا لا خلاص أخذ خبرة وهذه الخبرة رح تفيدنا هذي الخبرة نديره أكبر خاطئ أكبر خاطئ بدا نحي بدا نحي بدا نحي بدا نحي هذا أكبر خاطئ جامل بالماضي علينا أن ندعمه جامل بالماضي علينا أننا نعطوله فرصة والموضوع الفرصة هذي اللي نحن نعطوها الجامل بالماضي باش يصح الأخطاء التي صححها جامل بالماضي هذه العشية إن شاء الله ندير عليها فيديو ونقصروا إن شاء الله في فيديو في الصهر إن شاء الله هذا وش نقدر نقول لكم خوتي مطوش عليكم وربي هدي هذو كل يرام يتطلقوا في الإشاءات ونقول لكم صحة في طوركم مسبقا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام